يمكن كمان يعني بينطم الناس بقى مودست ممكن يخش بس يعني محتاج الفترة ومحتاج إن شاء الله بإذن الله الاستمرارية في المباراة وده أمر مهم جدا زي ما قلنا يمكن زي ما نهاند قالت مرحلة اللي جاية يعني فترة التوقف الدولي دي مهمة جدا بالتحديد لمستر كولر والعبي النادي الأهلي عندنا تحدي قوي وتحدي كبير جدا وهي البطولة يعني بقى اللي فيها نخبة الأندية الأفريقية الممكن المصانفة بشكل كبير جدا الشهر الحالي عندنا أول مباراة في السوبر الأفريقي والبداية هتكون أمام سيمبا التنزاني في دار السلام عاصمة تنزانيا مباراة مستهلة فيها تحديات كبيرة جدا محتاجة كل الجهد اللعيب للنادي الأهلي يمكن زي ما احنا عارفين سيمبا مشارك دائم خلال السنوات المدينة هوند في المجموعات تحديدا بتقابلك صعوبات تحديدا في المباراة اللي بتكون هناك بيلعبوا في وقت يعني في ساعة ثلاثة الظهر درجة الرطوبة بتكون عالية في شكل كبير جدا لكن بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق والمنتخب مصر أيضا كمان في بداية فترة التواقف الدولي يعني نخرج بأكبر المكاسب في مبارتين زنبيا واقع الجزائر تكون استفادات فنية ويبعد عن الإصابات لأن المباراة دي بيكون فيها حماس كبير جدا وتحديدا مباراة الجزائر اللي بكامل نجومها فيارب نتمنى التوفيق الأول لنادي الأهلي وأيضا كمان لمنتخبنا الوطن المعاد بتاع المباراة ده الناس اتكلمت فيه طبعا للموسم الماضي كنا كلنا بنقول يعني هل الموضوع مقصود ولا مش مقصود لأن أكيد إحنا كلاعيبة نادي الأهلي بطبيعة الجو عندنا والتاقس وغيره مختلف تماما فيعني ضغط زيادة زي ما تقول كده أنت داخلهم حمل اللعيبة بتاعتك ضغط أكبر بكتير لكن أعتقد ده ما أثرش بشكل كبير برضو الكريم على لعبة نادي الأهلي بتبقى متفاهمة جدا الكلام ده واخد عليه طبعا ولكن إحنا كجمهير كنا نتمنى يكون فيه معاد يعني فيه رفقة أكتر من كده خلينا نتكلم برضو مناسبة الكلام على بطلات الأهلي اللي بينافس فيها طبعا حيكون عندنا مطشين مهمين يوم عشرين و 24 أكتوبر أمام سنبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي وناس كتيرة من دلوقتي بتقولك طب هو بقى لجنة الحكام مين ومين التحكيم اللي حيكون عندك لجنة الحكام مفروض بالكاف أسنادت مطش الذهاب لحكم موريتاني وهو دهان بيدا والمطش العودة هيكون تحت إدارة الحكم الكنغولي جاك نادا طيب هل الكلام ده كويس ولا لا؟ هل الكلام ده مريح ولا لا؟ طيب LCV بتاع الحكام ده وهل التحكيم مرضي ومطمئن للجماهير عندنا ولا لا؟